من سوريا الشمس المشرقة وبتعاون مع وزارة الثقافة انطلقت فعاليات مهرجان دلبة مجد الحل الخامس لثقافة والفنون لعام 2017 يستمر المهرجان لثمانية أيام متضمنا عدة نشاطات فنية وثقافية ومعارض تشكيلية وأمسيات شعرية بمشاركة مجموعة من الفنانين في مختلف المحافظات السورية هذه النسخة الخامسة من مهرجان دلبة مجد الحلول للثقافة والفنون هذه السنة اخترنا عنوان سوريا شمس المشرقة سوريا شمسة وظل مشرقة وما راح تجيب عبدا رغم كل الأوجاع حبينا نوصل لكلمتنا أنه نحن الشباب السوري هون موجود سوريا حضل شمسة على الكل حيضل نورها مغطى الكل هي من رومانيا وهي أول مرة بتجي على سوريا وهي كتير مبسوطة أنه هيدا المهرجان هلا عم يصير لأنه بيغير نفسية العالم وبيحسسهم أنه بيطلعهم من جو الحرب يعني شوي بدأت فعاليات المهرجان بملتقى النحط السنوي الذي يعتبر الأول من نوعه في سوريا وكتجربة مختلفة بمشاركة 14 نحاتا من سوريا ولبنان كلمة مجتل حلو بتعبر عن حس فيارني بالموسيقى فحبيت من نوحي المكان وجمال المكان أشتغل الشيء له علاقة بالموسيقى والرأس الدلبي عم تعطيني إحاءات غريبة عجيبة يعني فيها طاقة رهيبة جدا فأنا مشتغل من وحي هذا الدلبي عم مشتغل عمل فني عمل نحتي يليق بهذا المكان الحلو فيه أنه برغم كل شي صعب يعني مرينا فيه بهالست سبع سنين أنه كرسم أو كموسيقى أو كفنون بعيدا عن كل شي إله علاقة بهالثلات حروف اللي هي حرب أنه وحدنا كلها هاتنا كسوريين الله يديم الاحتفالات هاي المعبرة واللي بتعود عن هالوقت اللي مضى وإن شاء الله دائما بتكون باحتفالات جميلة وتعبر عن النفوس الجميلة هون الاحتفالية بهالمغارة شي فكرة رائعة كانت يعني الحمد لله سوريا دائما منصورة نشكر الله إنها مشتغل حلو التي تحتضن فعاليات مهرجان الدلبة غنية بجمال طبيعتها وأصالة أهلها تثبت للعالم أجمع بأن سوريا كانت وستبقى بلد الفني والثقافة وحب الحياة الممزوج بثقافة النصر اشتركوا في القناة